الى الاراضي الفلسطينية المحتلة عادت جماعات المستوطنين وتحت حماية سلطات الاحتلال اقامة البؤرة الاستيطانية عجب الاصبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة بعد شهور من ازالتها اثر هبة سكان البلدة واجبارهم للمستوطنين على الرحيل من هناك الى التفاصيل هنا الى الجنوب من بلدة بيتا وفي المكان الذي طرد منه اهالي البلدة بؤرة استيطانية كان بضعة مستوطنين انشأوها فوق مساحة وصلت الى اربعة دنومات على قمة جبل اصبيح من جديد تعاود الاليات الاحتلالية رصف المكان وتوسعة المساحة المسيطرة عليها واعادة الكارافانات والوحدات الاستيطانية الى ذات البؤرة سيدفوا قبل شهرين كان هناك هبة جماهيرية والمستوطنين رحلوا من ذلك المكان اليوم عادوا من جديد هناك ضغط من المستوطنين على حكومتهم حكومة الاستيطان هي التي تحكم حكومة الاحتلال على الارض وجيش الاحتلال الاسرائيل هو ينفذ كل اجندة المسوطنين وهناك قرر عسكري بتفريغ منطقة سي من سكانها المساحة التي يسيطر عليها الاحتلال هذه المرة اكبر فبدلا من اربعة دنومات في المرة الماضية اصبحت مساحة البؤرة الاستيطانية اربعة وعشرين دنوما الارتباط التابع للاحتلال يقول لبلدة بيتا بان الحاكمة العسكرية اقر وضع يده على المنطقة لاغراض عسكرية فجاءنا قبل ثلاث اربعة ايام انه فيه كارفانات موجودة على التلة عملنا الاتصالات مع الجهات المعنية من السلطة فعملوا اتصالات مع اليهود وكانوا هاي نقطة عسكرية مؤقتة وطبعا انا انا ما براهن على اليهود لانهم دائما الخدع عندهم موجودة كل يوم انا قاعد باجع على المنطقة بلاقي اشي يصار جديد يعني قبل شوية مثل ما شفت براكس بجوز طولة خمسين متر جاهز اليوم تعاود سلطات الاحتلال برفقة المستوطنين وتسيطر على اربعة وعشرين دنم من منطقة جبل اسبيح جنوب البلدة هي سياسة الاحتلال وحكومته الاستيطانية في فصل الضفة الغربية بجنوبها عن شمالها من خلال السيطرة على المزيد من الاراضي من بلدة بيتا جنوب نابلس المحتلة حافظ ابو صبرى رؤية